اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلب ظلم اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلب ظلم اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم اقرأ 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 القراءة والكتابة وبدأنا من اكثر من اربع دروس في اسس ابنك صح في القواعد اللغة العربية او النحو كل المرحلة اللي انا بتكلم فيها مرحلة التأسيس يعني احنا لسه ما دخلناش على اعراب دلوقتي يا جماعة والنهذا ان شاء الله تعالى هنتكلم عن جمع المذكر السالم احنا الحصة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الاسم المفرد وتكلمنا عن المثنى وقلنا ان الاسم المفرد هو كل اسم يدل على واحد او واحدة وخلاص على كده طبعا احنا عرفين قبل كده الاسم شكله ايه والاسم يعني ايه ان هو كل ما دل على انسان او حيوان او نبات او جماد او صفة من الصفات او اي شيء له معنى بعيد عن الزمن تمام كده وعارفين يعني انطلع الاسم انطلع الفعل مش محتاجين دلوقتي اللي احنا نتوه بين الاسم والفعل احنا النهاردة الحصة اللي فاتت تكلمنا عن المفرد وقلنا كل اسم يدل على واحد او واحد وتعلمنا المثنى وقلنا كل اسم يدل على اثنين او اثنتين يعني اثنين او اثنتين يا استاذ يعني ذكر وانثاء تمام كده تمام زي ايه برضو حشان نقول المثال قبل ما ندخل في انواع الجموع زي مثلا اسم المفرد زي مثلا تلميذ زي تلميذة طالب طالبة عصفور عصفورة ده اسم مفرد كتاب شباك تمام كده قلم ده اسماء مفردة طيب الاسم المثنى يا استاذ كل اسم يدل على اثنين او اثنتين تاب بزيادة ايه يا استاذ بزيادة ايه على المفرد بتاعه بزيادة الف ونون على المفرد او يا ساكنة ونون وقلنا ان دايما يا المثنى مالها ساكنة وقبل يا المثنى مفتوح زي ايه يا استاذ قلنا مثال تلميذان زي ألف ونون تلميذين هذه الزلاهية اتفتحت تلميذين ولياء ساكنة تمام كده مثلا ايه يا أستاذ مسلم مسلمين محسن محسنين او محسنان يبقى ازاي برضو عشان وفيه قلنا الآن فيه اسماء او فيه كلمات حتى وهنا وحنطلق بط فيها ومش هنعرف انها مثنة ولا لا لا موضوع سهل جدا يا جمع مثالا وقلنا مثالا فيه اسم ثعبان يا أستاذ ما هي ثعبان اخيرها الف ونون يا أستاذ واسم تم مش متفنة ليه شي للا الف ونون كده حبيبي هتوبقى ايه ثعب بقى هتينفع لا سفيان شيطان شي للا الف ونون المعنى مش هيستقيم ومش هتعرف تقرأ ومش هيدل على اتنين النهار ده حبيبي هناخد اول انواع الجموع انواع الايه الجموع طيب أستاذ انا اول قبل ما ندخل انواع الجموع هنعرف يعني ايه جمع الاول أستاذ مخرجنا اول صورة نعرضها عشان نعرف المفرد والمثنى والجمع كعامة لسا ما دخلاش في انواع الجموع يا الله كده يا أستاذ زياد الله ينور عليك يا حبيب والديك ايوه احنا قلنا هو يقسم الاسم من حيث العدد يعني عدد يا أستاذ يعني مفرد او مثنى او جم وقلنا الاسم المفرد هو كل اسم يدل على واحد او واحد وقلنا مثال كتاب وقلنا المثنى هو كل اسم يدل على اثنين او اثنتين بزيادة يا أستاذ بزيادة ألف ونون او يأ ونون كتابان كتابين طب النهاردة يا أستاذ هنأخذ الجمع النهاردة الجمع عامة بقى ماشي يعني تعريف العام هو كل اسم يدل على اكثر من اثنين او اثنتين زي كتب شكرا زي طلاب يبقى اي حاجة هتدل على اكثر من اثنين ان كان مذكر او مؤنث يبدأ جمع لكن في حاجة يا أستاذ الجموع انواع الجموع ايه انواع ايه يا أستاذ يعني ايه حتى الجمع كمان فيه اقسام ايه يا أستاذ يقسم الاسم من حيث الجمع من حيث العدد الى ايه يقسم الجمع الى ثلاثة انواع جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير والنهاردة يا حبيبي يا حلوين يوم اطأتين ماشي وانا مش هايف رحت اطأت خالص في الكنترول هنحكي عن الجمع المذكر السالم جمع ايه المذكر السالم طيب قبل ما نحكي عن جمع المذكر السالم وابل ما نقول هو ايه ونعرفه ازاي ويصاغ ازاي ما نشوف القطعة دي كده يا أستاذ زياد كده ونقرأها ونشوف حبيبي الحلوين المؤطأتين هيعملوا ايه اهي القطعة على الشيء تحية الى الفلاحين الفلاحون متعاونون متضامنون فهذا يبذر الحب وذاك يسقي الزرع واخر يجن الثمر واذا بنى احدهم بيتا اسرع المجاورون لمساعدته واذا اذن المؤذن للصلاة ترك الفلاحون اعمالهم واتجهوا الى عبادة الله في خشوع لانهم يعملون لدنياهم واخرى وقد شجعت الدولة الفلاحين وبنت لهم المدارس قرب منازلهم ومازارعهم وامنت لهم الخدمات التي امنتها لغيرهم من المواطنين من المواطنين فتحية الى الفلاحين وتحية الى سواعد تعال كذا ناخد الصورة اللي بعدها يلا الله نور عليك عاوزنا ناخد الامثلة دي يا أستاذ محمد وإيه نشيل اللوغ لحظات كذا عشان نعرف نقرأ نقرأ الثلاثة امثال دول الله نور عليك يا حبيب والدي مكتوب الفلاحون متعاونون والمثال الثاني شجعت الدولة الفلاحين والمثال الثالث أمنت الدولة الخدمات للمواطنين في دلوقتي كلمات ملونة أو باللون الأحمر كذا قدامنا هي حضرات هي الفلاحون ماشي وقدامنا الفلاحين وللمواطنين تمام كذا تمام كذا قدامنا هي أمثلة على الشاشة ما تيجي كذا نشوف بقى ونسأل سؤال كذا والأمثلة لسه قدامنا على الشاشة كذا حبيب يا حلوين نوع الكلمات الملونة إيه اللي قدامك على الشاشة كذا حبيبي يالله كذا نوعها إيه من حيث العدد يالله أقول لي كذا يالله يا محمد كذا الفلاحون نوعها إيه من حيث العدد مفرد ولا مثنى ولا جمع أستاذ معا الله نور عليك يا حبيب والديك جمع يا جماعة طيب تب نوع الجمع دي إيه يعني مذكر ولا مؤنث عن معذب الفلاحين الفلاحون المواطنين الله نور عليك يا عم عزب جمع مذكر طيب لو هو جمع مذكر يا عم عزب ما تيجي كذا نشوف مفرده يالله الصورة اللي بعدها كذا نشوف مفرده الله نور عليك الصورة اللي بعدها بقى تمام كذا قدامنا هي حبيبية حلوين نوع كل اسم ملون من حيث العدد جمع ونوع هذا الجمع إيه من التذكير والتأنيث مذكر طيب عايزين يا محمد يا شاهد عايزين يطلع مفرد كل جمع من اللي قدامنا دول يالله كذا يالله الصورة اللي بعدها الله نور عليك الفلاحون يا محمد يا شاهد ماشي لا عسكري محمد الشاهد الفلاحون يا بغادة الفلاحون افردوا يا بغادة الفلاح ما هو قدامك مكتوبة هي عم عزب والمجاورون ها الله نور عليك المجاور ماشي وبعد كذا المواطنين ها مفردها ايه المواطن برافو عليك يا محمد تعال نشوف الصورة اللي بعدها وانت صحة ولا غلط كذا يا محمد كذا يالله كذا الله نور عليك يا حبيب والديك أبو غادة والله النهاردة مبدع النهاردة وراجل يعني والله الدروس نفعت فيه ماشي شكرا يا سيد محمد خلاص كذا ماشي هاتلي بقى هاتلي شوية يا محمد على الشاشة ماشي حبيب الصورة دي يا محمد الكلمات اللي احنا شفناها دلوقتي الفلاحون والمجاورون والمواطنين انت ما انتش ملاحظ فيهم حاجة يعني لما لما حولناها للمفرد انت شايف ايه يا سيد محمد شفت ايه التغيير اللي حصل بين المفرد والجمع يالله كذا قل لي الله ينور عليك يا حبيب ايه عم عزب بجد يعني النهاردة تمام التمام عم عزب لاحظ ان الفلاحون الفلاح والمواط المجاورون المجاور والمواطنين المواطن لاحظ حاجة في الاسماء دي لما نجي نجمعها من زود وونون او يونون صح كذا عم عزب صح طيب الوونون دول والنون ولياء ونون زودناهم غيرنا في المفرد حاجة معزب ولا هو هو المفرد زي ما هو سلم من التغيير ما حصل لوش حاجة ما تكسرش ما تيالله اقول يا محمد يا أستاذ محمد شهد يا بغادة احنا زودنا آه الوون ولياء ونون ماشا يا أستاذ أحمد الوونون زودناها والياء ونون زودناها لكن أستاذ أحمد عزة يا سيد أحمد هل احنا كسرنا في المفرد حاجة غيرنا في صورة المفرد حاجة الله ينور عليك المفرد زي ما هو ما حصلوش حاجة يدوب زي ودنا اليأو النون وزودنا الواو النون يبقى ايه بقى نستنتج ايه من الكلام ده كله يا أستاذ محمد يا شاهد يبقى المفرد الجامع المذكر السالم شكله ايه من زود واو نون او يأو نون على المفرد بتاعه او من شوف المفرد وزود الواو نون او يأو نون استقامة الكلمة وعرفنا انطأها يبدأ جامع مذكر سالم تب يالا نشوف الصورة كده الصورة اللي عليها الضور عشان نشوف برضو على الشاشة ايوة ايه اذي الصورة هيت وقنة ان الواو النون واليأو النون زي فلاح زائد وو نون فلاحون المزارعين المزارع زائد يأو نون المزارعين اتغيرت حروف المفرد ده يا محمد يا سالم يا محمد يا شاهد لا ما تغيرتش الكلمة زي ما هي المفرد زي ما هو طيب حنسمي ايه بقى الجمع اللي اخره يأو نون واخره يأو نون ماشي والمفرد بتاعه ما تغيرش يا محمد يا شاهد يسمى جمع مذكر سالم يبقى جمع مذكر سالم ها اللي احنا منزود ما دلة كل ما دلة على اسم كل اسم دلة على اكثر من اثنين اثنين مذكر عاقل تمام كده محمد يا شاهد بزيادة يتعوونون او يأونون على المفرد دون المساس في المفرد اوعتي جيمة المفرد تمام كده يالله الصورة اللي بعدها كده الله ينور عليك يبقى يوصاع جمع المذكر السالم بايه يا محمد يا شاهد بزيادة يتعوونون او يأونون على آخر مفرده وسمي سالما ليعشان ناس في ناس كتير قوي مش عارفة يعني مذكر سالم ويعني إيه مؤنث سالم سالم يا محمد يا شاهد يعني مفرده سالم من التغيير ما حصلوش حاجة ما تكسرش يا محمد يا شاهد يلا الصورة اللي بعدها كده يبقى اللخص الليلة ده كلها يا محمد يا شاهد في إيه إن جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم يا محمد يا شاهد يا بوغادة هو كل اسم دلة على أكثر من اثنين ماشي بزيادة وونون أو يأونون على مفرده المفرده هو يدل على إيه على عاقل فقط يا أستاذ أبوغادة عشان بلاش محمد شاهد ماشي يبقى الجمع المذكر السالم للمرة الألف العاقل فقط العاقل فقط العاقل فقط ما تجيب ليش حاجة لكتابون ولا قلمون لا 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 للعاقل فقط يا أستاذ محمد الشاهد جمع المذكر السالم للمرة الأخيرة وكل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة وونون ويأونون على مفرده الذي يدل على عاقل فهو جمع للعاقل فقط وبدون منمس المفرد بتاعه بحاجة وبدون تغيير صورة مفرده لو في أي مداخلات يا أستاذ محمد دخلها عشان الطلبة تتابع معنا وانا عارف الامتعانات خلصت بس احنا مشاهدين الكرام قلنا زي السنة نفات في الضبط كده في وقت التوقف ووقت كورونا لا بد نساعد الطلبة هم قاعدين في بيوتهم لا بد نساعدهم ازاي يتأسسه في القراءة الكتابة ثم دلوقتي ازاي يتأسسه في قواعد اللغة العربية طب دلوقتي وصلنا لمعلومة بسيطة كده ونظهر على الشاشة ان نون المثنة تعلمناها قبل كده لا دلوقتي نون الجمع طب خليها على الشاشة كده بس نقول للمستاذ المشاهدين ان نون المثنة احنا فاكرينها دايما مكسورة دايما ايه مكسورة والياء بتاعتها ايه ساكنة وقبل الياء مفتوح تعال نشوف هنا بقى نون جمع المذكر السالم دايما مفتوح وما قبل الياء مكسور زي ايه يا أستاذ معلمين ايه تاني قول كده مسرورين ايه تاني مهندسين مؤمنين مسلمين يبنون جمع المذكر السالم مفتوحة دايما وما قبل الياء مكسور مش زي المثنة تمام كده ما تيجي بقى ناخد تدريبات كده يا سيد محمد يلا الصورة اللي بعدها ايوا تعال بقى نشوفوا الصورة دي حبيب يا حلوين وانتوا فاكرينها دي اول صورة يلا نقرأها على الشاشة وانا معاكم دلوقتي كده وحنشوف حضراتكم حتطلعوا ايه عايزين عاوزكم تعلموا لي او تقولوا لي تحددوا لي الاسماء اللي جامع المذكر السالم وحن لسا يلين دلوقتي جامع المذكر السالم بينتهي بوونون او يأونون وما بيأسرش خالص على المفرد بتاعه يعني لو شلت الوونون الكلمة بتكلمها المؤمنون شلنا الوونون المؤمن المسلمون شلنا الوونون المسلم المحسنون او المحسنين شلنا الوونون او الوونون وباية المحسن يعني ما بتأسرش في الكلمة المفرد زي ما هو يلا بينا كده يلا حبيبا حلوين ايه كله بتفرج على المسلسلات دلوقتي يا محمد شاهد مفيش مشكلة المهم احنا قولنا نعلم ناس حاجة جماعة واحنا في رمضان كمان ماشي يعني ياريه بقى سيبكوا بقى موضوع بقى الأفلام ومسلسلات دي احنا حتى في رمضان نتعلم حاجة في قرآننا نتعلم حاجة في اللغة العربية بتاعتنا اللي احنا دايما الناس دايما أبنائنا بيهابوا يخافوا من من القواعد اللغة العربية للأسف الشديد ما نيجي نتعلم مع بعض حاجة ونعود حتة ساعة بس في الأسبوع ولا ساعتين على الهوى مباشرة تمام كده الكلمة قدامنا هي تحية إلى الفلاحين ما تقولي يا عم عزم معايا وتقرأ الكلمة وطلع لجمع مذكر السالم الفلاحين برافو عليك أول فلاحين يا الله ايه تاني بقى الفلاحون متعاونون متضامنون أول جملة هي يا الله يا الله عزب يطلع يا أستاذ محمد عزب الله نور عليك الفلاحون ومتعاونون ومتضامنون برافو عليك يا حبيب والديك أيها كده أنا عاوز أن نصطب متألقة دايما كده يا أستاذ محمد عزب فهذا يبذر الحب وذاك يسقي الزرع وآخر يجني الثمر وإذا بنى أحدهم بيتا أسرع المجاورون لمساعدته في قمله كلمة المجاورون المجاورون الله نور عليك يا حبيب والديك جمع مذكر سالم لمساعدته وإذا أذن المؤذن للصلاة ترك الفلاحون الفلاحون جمع مذكر سالم أعمالهم واتجهوا إلى عبادة الله في خشوع لأنهم يعملون لدنياهم وأخراهم إذا يا عم عزب عزب معايا طيب يعملون هنا يا عم عزب جمع مذكر سالم ولا لا آخر هوا ونونه ما ليكش داعوا أنت يا زياد ما أنا عارف أنت عارف المهمة عم عزب كان حيطلها بط فيها لما حد غشش يعملون دي مش جمع مذكر سالم ليه يا زياد بقول لي الله ينور عليك يا حبيب والديك قال لي يا أستاذ لا دا فعل وحتى لو ما نش عارف حنشيل الواو والنون حقراء حولي يعمل ويعمل دا فعل مضارع برافو عليك يا زياد أيوة كذا فكرني أدي جايزة بعد ما أطلع يعملون لدنياهم وأخراهم طيب وقد شجعت الدولة الفلاحين أي الفلاحين هي أخيرها يأونون ماشي برافو عليك يا أستاذ محمد نصر وبنت لهم المدارس قرب منازلهم ومزارعهم وأمنت لهم الخدمات التي أمنتها لغيرهم من المواطنين هذه كلمة المواطنين يا أستاذ لو شلنا اليأونون بائت المواطن وهي مفرد المواطنين يبجمع مذكر سالم فتحية إلى الفلاحين وكذا إحنا قلنا الفلاحين قبل كذا وتحية إلى سواعدهم التي تنتج الخير تحية للفلاحين والله شكرا كياني كذا شكرا يا راشة شكرا كذا بقى أيوة كذا مشاهدين الكرام يريد شبابنا الصغير كذا وأحبائنا في صف الثالث الابتدائي يتصلوا بينا أو حتى ثانية وربعة أي حد أي طلبة هي تتصل إحنا نرحب بيها في هذا البرنامج وبرنامج يقرأ عرفنا دلوقتي جامع المذكر السالم ها تاني جامع المذكر السالم يا عم عزق كل اسم يدل على أكثر من اثنين اثنين ذكر عاقل بزيادة على المفرد بزيادة على المفرد ايه من زود يأونون أو يأونون طيب يا أستاذ ممكن نطلق بها لا شيلي يأونون كده على الكلمة أو الواوو النون حتنطق الكلمة مفرد المواطنون شيلي ووو النون ها المواطن المحسنون شيلي ووو النون المحسن أو المحسنين أو المسلمين أو المؤمنين تمام كده تمام يلا نشوف بقى تدريبات كده على هوى يلا الظهر أن المسلسلات عاملة شغل النهاردة يلا يلا الصورة اللي بعدها يا زياد ايوة شيلي بقى البتاعة شيلي ايوة كده الله نور عليك قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم أستاذ محمد أشاهد لو مش موجود يبقى أي حد يبقى زياد عايزين نستخرج يا أستاذ زياد عشان هو أشطر واحد في الكنترول عايزين نستخرج كل جمع مذكر سالم ونذكر مفرده في هذه الآيات يلا كده الله ينور عليك المؤمنون صح الله ينور عليك المؤمنون مفردها المؤمن تمام خاشعون سمام الله ينور عليك خاشعون مفردها خاشع معرضون الله ينور عليك معرضون مفردها معرض الله ينور عليك يا حبيب وليك الأستاذ زياد النهاردة ليس VTR فقط وليس مساعد مخرج فقط وإنما بدع في اللغة العربية بسم الله ما شاء الله أيوة كده تمام كده في تصل رانا السلام عليكم عليكم السلام بزياد حضرتك الحمد لله رب العالمين أولاً أحب أقول حرية الحمد لله السلامة أنا ورت السلسة ويا رب دايماً مسترقات فأنا أحب أقول لك يعني فكرة البنات الحلوة بحقيق عليها لأن الناس في لك تستفيد منها وأنا واحدة من الناس دي يا أستاذ رانا أستاذ رانا عند حضرتك أو مثلاً عند أي حد في البيت صغير في السن آه بس مش متاح بالوقت مش متاح ماشي أستاذ رانا لو سمحتي أنت شايفة يعني ممكن نطور في البرنامج ده إيه من وجهة نظر حضرتك نعم بنامج إيه يعني أنا عاوز أطور فيه بس لكن عاوز رأيه جمهور هو أهم لي يبقى حلو أوي لو يبقى فيه فق من ضمن البرنامج يبقى فيها أطفال في المجلسة المباشرة أنا هكلم هكلم الإعداد حاضر ويحقدر إن شاء الله خلو شكرا شكرا وشرفتنا بالاتصال شكرا مشاهدين الكرام زي ما قلنا تاني يالله نشوف الآية القرآنية تانية صورة المؤمنون يالله عم عزب أيوة قال تعالى قد أفلح المؤمنون يبقى خلاص اللساز زياد ألنا المؤمنون ومفردها مؤمن المؤمن وألي خاشعون ومفردها خاشع وألي معرضون ومفردها معرض وألي فاعلون ومفردها فاعل الله ينور عليك يا حبيب والديك طب عاوزك بقى أنت يا عم عزب أو أي حد في الكنترول أو أي حد في السيدة المشاهدين يقول لي سرطين ثلاثة بقى وكتوب هنا في السؤال سرطين بس أنا أقول لك ثلاثة بقى سرطين ثلاثة على صيغة جامع مذكر السالم يلا يلا الصورة الصورة على الشاشة هي ماشي يلا طب يلا خلاص بلاش الصورة دي خلاص بقى هتل شوية كده أنا أيوة يلا كده يا عم عزب ومحمد يشاهد وكنترول يا قناه يا سادة مشاهدين عايز ثلاثة أسماء صور في القرآن الكريم ثلاثة صور في القرآن الكريم على صيغ الجامع مذكر السالم يلا أستاذة نجوى السلام عليكم عليكم السلام وعشت الله بركاتك يا سيد مصر الحمد لله رب العالمين أخبارك الحمد لله كل سنوة حضرتك طيب كل سنوة طيبة أخبارك في الشيخ إيه السلام على حضرتك سلميلي على السوء جامد والله والله ليسلم ستواني بقى عشان أعرف المشاهدين بك بس الأول الأستاذة نجوى صاحبة برنامج مش فقط صديقة البرنامج أمور يا أستاذة الله يكريمك إيه أراك في البرنامج النهاردة؟ جميل جميل جدا الله يكريمك طيب أنت ما تفرقتش على المسلسلات لإيه؟ لا أنت برنامجك أهم طب الله يكريمك ربنا يكريمك يا رب أحبتك مؤسس للأجياء المشاهد ما يعني وانا مجرد أستي بيشترك معك دائما تمام طب ما فيش أولاد صغرين بقى عشان يدخلوا معنا ولا أنت تجاوبين أنت وخلاص كل سنة هم طيبة وكل سنة وأهل كفر الشيخ كلهم ودسوء وكل مصر بخير والأمة الإسلامية كلهم بيسلموا عليكم وإن شاء الله للأسر حيكريموك وكل محطة كل سنة هم طيبين كل سنة هم طيبين يا أستاذة كل سنة هم طيبين يا رب يا رب كل سنة هم طيبين مع الف السلامة مشاهدين يا كرام يعني شئ بجد يعني حاجة شئ جميل جدا أن في ناس دلوقتي مش رضي تفرج على المسلسلات يعني عشان أقولي بس لأستاذ وليدي يعني عشان يسمع بس ويستمع أن في ناس بتتفرج علينا حتى في ظل ظروف انتهاء الامتحانات وظل المسلسلات والحاجة اللي شغالة اليوم الدول تمام كده يبقى قولنا دلوقتي يا أستاذ عذب ويا سادة مشاهدين ويا سادة فاضلة في الكنترول وليولي تلت أسماء صور هو أبو غادة ده أما حاجة عشان راجل أزهاري عاوزين نعرف تلت أسماء صور في القرآن الكريم على وزن على صيغ جامع مذكر السن أخيرا واونون أو يأونون يلا كده يلا حبيبي كنترول لا خلاص كده خلاص هاتلي الصورة اللي بعدها عشان لا ما خلاص الصورة 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 ظهرت عندك اظهرها لي خلاص لا خلاص انت كده رسبته اظهرها لي الصورة يلا اظهر لي الصورة يا أستاذ الله ينور عليك اهو شوف تحت خلاص اهو المنافقون المطففين الكافرون طبعا الكاليبات اللي فوق دي بتاعت ايه يا معا؟ بتاعت ايه؟ اول خمس آيات من صورة اول أربع آيات من صورة ايه؟ من صورة المؤمنون اهيه صورة المنافقون صورة المطففين صورة الكافرون كلها جامع مذكر سالم للأسف الشدي كنت نفسي يا زياد والله ترد على السؤال ده يلا ما فيش مشكلة خالصنا طيب يلا بقى نشوف تدريب اللي بعد كده حبايبي حلوين يلا يلا تدريب اللي بعد كده يا زياد في بعض الفرشات هيت ماشي يلا يلا نشوف الفرشات دي الفرشات دي موجود عليها يا زياد يلا بعض الفرشات هيت وفي واحد بيمسك في الفرشات وعايز يمسك ايه بقى؟ عايز يمسك جامع مذكر السالم بس ويسيب الفرشات التانية يلا كده عم عزب هتمسك ايه يلا كده من فوق كده؟ يلا عم عزب ولا يزياد ساهرون تب خد من اليومين كده عشان ما نتلغبطش بقى؟ ساهرون ماشي صح لا لا غلطي عم عزب لا لا سواني بقى سواني بس ما مش هنعد حاجة عم عزب قال مساكين وقال لي أخير هياقونون بصي عم عزب شي يلا يقونون كده عم عزب ويقرأ الكلمة؟ يلا تبقى مساك ينفع يبقى لابد بعد من شره يأونون تقرأها مفرد وتستقيم الكلمة تمام كده؟ احنا قلنا ساهرون ويتاني وعاكفين تمام الله ينوره وفيون بربو عليك يا حبيب والديك آمنون الله ينور عليك سامعين الله ينور عليك يا حبيب والديك تبدل وقت السادة المشاهدين وعم عزب أخطأ في مساكين قلت له غطأ قال لي يا أستاذ ما هي أخيرها يا أونون هيه؟ قلت له وجمعي كمان يا أستاذ ويدل على أكثر من اثنين أقول له لا يا حبيبي اقرأ كده أدي النون هيه؟ وأتقول لي كمان عاقل كمان مساكين أقول لك لا بس شيل لي أونون كده؟ يالله شيلها كده؟ شالها عم عزبه قال لي مساك ما ينفعش وقال لي أه يا أستاذ قوانين ما هي معه؟ بس لي أونون شيلها كده؟ قوان ينفع وبس أتين يا أستاذ أخيرها هي أونون؟ قلت له بساك ينفع وهكذا يبقى دلوقتي هاتلي الصورة اللي بعدها كده عشان نعرف السيدة المشاهدين على الإجابة الصحيحة كده خلي الصورة خلي الصورة أرجع بالصورة تاني كده؟ أيوة عشا ريناد السلام عليكم أزيك يا ريناد؟ فينك؟ فينك؟ مش باينة من زمان؟ طب بقولك فيها انت شايف الشاشة دلوقتي يا ريناد ولا لا؟ هل الشاشة قدامك دلوقتي يا ريناد؟ أعم طيب يا حبيبتي طلعي لي الجمع هنا جمع المذكر السالم هنا مش إدي معانا من أول حصة ولا لا؟ ساهرون ساهرون تمام آمنون 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 الله ينور عليك سامعين سامعين برافو عليك برافو عليك يا حبيبتي ولديك أيه كمان يا ريناد تنفع مساكين؟ ينفع بساتين أو مساكين؟ لا طيب ما أخيرها هيقونونا هي؟ ها؟ حد بيغششك حد بيغششك جنبك يا ريناد ماشي طيب قولي تاني كده ها؟ المصف الضغاية المصف الضغاية آه تمام كده طيب في حد تاني عاوزي من البيت عاوزي يقول أي حاجة عاوزي يتكلم؟ عادي مش مشكلة خالص لو في حد كبير نقوله على دي ما إعرابها إيه وكلام من ده في حد كبير؟ المصف الضغاية خلق 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 داك بس تمام كل عامون وأنتم بخير يا رنة؟ يا رنة ولا ريناد؟ ريناد معلش أنا بطلق ببط بين رنة وريناد كرماني؟ كرماني زم الكاوي شكراً يالله هاته السورة اللي بعدها كده عشان نشوف ريناد؟ أي والله نرى عليك علمنا على إيه يا جماعة؟ على عاكفين وعلى إيه تاني آمنون وعلى ساهرون وعلى وفيون وعلى سامعين برافو عليك يا ريناد برافو عليك يا حبيبي توليدك تمام؟ يالله كده نشوف إيه التطبيق اللي بعده يا جماعة واحدة واحدة كده وعالينا إيه؟ واحدة واحدة وبراحة كده يالله عاوزين إحنا بقى إيه؟ التطبيق ده للكبار والصغار يعني لو حد في تلتة ابتدائي مفيش مشكلة لو حد في ربعة وخمسة خدوا للجامع المذكر السالم برضو مفيش مشكلة لو حد كبير هنقوله إعرابهم إيه؟ طب يالله إحنا عاوزين بقى إيه بتوع تلتة ابتدائي بقى؟ مش عايز ما نيكش دقوا أنت بالإسم الإيه؟ المرفوع أو منصوب أو مجرور حلو كده؟ عندما ستحط جامع مذكر سالم زي المثال بالضبط اللي قدامك ده زي إيه يا أستاذ؟ راحل الزائر إلى بلاده راحل الزائر إلى بلاده عاوزين نخليها جامع مذكر سالم كلمة الزائر دي يا جماعة نيوبة تبقى إيه؟ راحل الزائرون إلى بلادهم زودنا واو ونون زودنا واو إيه؟ ونوني عم عزب يلا يا عم عزب كده؟ البائع خلقه الأمانة الله ينور عليك يا حبيب والديك قال للبائعون بس بقى أخطأ في حاجة بسيطة قال للبائعون خلقه الأمانة لا يا عم عزب خلقهم يا عم عزب لابد تبقى كل ما كلها عشان نجمعها كلها ما ينفعش البائعون ونقول خلقه نقول خلقهم يبقى البائعون خلقهم الأمانة انت لاحظ هنا عم عزب زودنا واو ونون الناس الكبيرة لو في حد كبير حيتصل بنا دلوقتي في خمسة مثلا أو ستة حنقول له إعراب الجملة دي إيه؟ وحنعربها له على الهواء مباشرة بس إحنا نمش طلبين من تلتة ابتدائي أو تانية ابتدائي إلا فقط كلمة الزائر يزود لها واو ونون بس في جملة دي رانا السلام عليكم ازاك يا رانا أخبارك عملة إيه؟ من أحمد؟ رانا ولا أحمد؟ أحمد يا ماذا؟ أحمد بصلي يا أحمد بص على الشاشة كده ماشي؟ رحل الزائر إلى بلاده أنا عايزك تعريب لي الجملة دي كاملة يا أحمد انت في سنة كاملة أول؟ رحل رح ستة؟ أفضل فعل راضي رحل خمسة ولا رحل ستة؟ خمسة طيب رحل الزائرون إلى بلادهم رحل فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي ماشي الزائرونة 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 يا حبيبي بص يا أحمد انت بتسمع ليه من التلفزيون وط التلفزيون واسمعني من التلفون واخد بالك وعشان نعرف نتكلم مع بعضنا يعني وط التلفزيون شوية وبص على الشاشة حاضر أحمد أيوة كده زائرونت أما قبل واء الزائرونة فعل مرفوع بالواء وليه يا أحمد انه جمع مزقى الثالث حبيبي أيوة كده أنا عاوز أكتبه متألق دايما إلى حرف حرف جر طيب بلادهم اسم مغرونة وعليهم جروا قسر الله بلادي صح كده تمام الله ينره عليه عاوز أديك معلومة يا أحمد معلومة يا أحمد أن أي ضمير حيتصل عشان تعرفها بعد كده أي ضمير حيتصل بالإسم يبقى إيه في محل إيه في محل في محل جر مضاف إليه خلاص كده أي ضمير أي ضمير حيتصل بالإسم على طول في محل جر مضاف إليه خلاص كده تحفظها قاعدة كده بقى عشان إيه عشان ما يعني مضربكش طيب بص يا أحمد البائع خلقه القرآن البائع هنا إيه مبتدأ مبتدأ ماله البائع ركز الله ينور عليك يا حبيب والديك تمام كده طيب لما نقول البائعون خلقهم الأمانة البائعون هتعرى بإيه منعرف أنه مبتدأ بس ما له يعني مرفوع بإيه مرفوع بالضمة مرفوع بالضمة بالويل بالويل طيب المجاهد مجاهد مجاهد الله ينور عليك يا حبيب بطولات بقى نعم نعم لا 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 كده كده خسئت يا حبيبي بطولات ديت جمع جمع مؤنث سالم بينصب بإيه بالكسرة بعد إيه بقى ده ننشاء الله ننشاء الله كده ماشي ماشي يا أحمد على فكرة أنت أخطأ أخطأته دي جريمة نكراء على فكرة طيب يا أحمد أجيب لك أمثلة تانية تعريبها عشي أمشي بقول لك أجيب لك أمثلة تانية تعريبها ولا لا ماشي طيب يلا الشاشة اللي بعدها الصورة اللي بعدها بعد الزكو ماشي اللي بعدها بقى اللي بعدها أيوة بصي بقى عشاش دلوقتي فيه يرحم الله التائبة حول نهل الجمع بقى يرحم الله التائبين التائب هنا والتائبين هنا هنا موقعها إيه والتائبين موقعها إيه يعرابها إيه التائبين مطعوب بهم مصوبوا على المنظر لهم طيب ات والتائبة نعم ماشي كافأ المدير المتفوق حولها للأول حول المتفوق دي جمع مذكر سل كافأ المدير المتفوقين كافأ المدير المتفوقين تمام كذا المتفوقين هنا تإعرابها إيه مفعول به موصوب على المنزل تمام تمام شكرا يا أحمد وكذا عسل قوي بس إعلام منك عشان إيه بطولات شكرا يا أحمد شكرا بص مشاهدين الكرام عالشاشة دلوقتي احنا تعليمنا قبل كده هات الصورة اللي قبلها عشان برضو الجماعة بتوسلتها ابتدائي عشان هنا أنا أيوة عالشاشة دلوقتي احنا عايزين فقط يا جماعة راح على الزائر وإلى بلادي عايزين فقط نزود لها وونون نجمحها جمع مذكر سالم من نجدعو بالإعراب بتاع أحمد دلوقتي ده كان في سنة خمسة تمام كده يبا رحل الزائر تبا الزائرون البائع تبا البائعون سجل المجاهد يبا المجاهدون تمام كده الصورة اللي بعدها يرحم الله التائب بقيت يرحم الله التائبين يبا حنزود لها هنا إيه حبيب يا حلوين يا ونون كافى المدير المتفوقين يثيب الله العابدين يلا الصورة لبعدها تمامهم زي ما قلنا بالزلط على الشاشة يرحم الله التائبين كافى المدير المتفوق كافى المدير المتفوقين يثيب الله العابد يثيب الله العابدين كده فيه صور تانية أستاذي في أمدنة تمام قدامنا هوت عشان نقول تاني يبا حنزود لها وونون أو إيه أو يا ونون تمام كده تمام مشاهدين الكرام أنا عاوضة وحشان الصبورة يا عم عزب عم عزب ماشي هنجيب حاجة بسيطة كده هوت للأطفال برضو ومثال بسيط كده هوت حبيب يا حلوين بلاش اللون جده أيوة كده بص يا حبيب يا حلوين هنقول لك صنف الكلمات صنف الكلمات هكتب لك كلمات ده صف الثالث الابتدائي هكتب لك كلمات يا حبيب يا حلوين وإنت هتعملوا إيه هتعمل إيه يا عم عزب ماشي هنكتب كلمات وهم يقولوا إيه إن دي مفرد ولا مثنى ولا مثنى ولا إيه ولا جامع مذكر ساني جامع مذكر ساني مفرد مثنى جامع مذكر وفيه فضل وقت كتير في الحصة في الحلقة أستاذ علي السلام عليكم أيوة بي السلام عليكم أطلاق بركاء يا ماشي مورني أشترك في البرنامج متاع حضرك يا دكتور أراك في البرنامج برنامج سيق بصراحة يا ركي السفر يا دكتور على طول بصراحة برنامج سيق هو المخوض يا دكتور بصراحة هو استعليم يبعز بحضرتك وإنكم مش يبعز المدرس انتهت يا دكتور طب ممكن بس توطي تلفزيون شوية عشان أكلمك شوية بس ماشي يا دكتور ماشي ماشي يا دكتور انت حضرك منين من المين يا دكتور أحسن ناس المينية بقولك يا أستاذ انت شايف ان المدرس انتهت النهاردة صح؟ يا دكتور يا دكتور هو مفيش تعليم يا دكتور هو الطالب معليش استعادات هو موضوع موضوع بس كورونا هو المدرس يشعر ما يشرح يا دكتور برضو والله يعني أنا معليش بعد ذلك يعني هو يعني المعلمين والله يعني معذورين الحصص مضغوطة صح؟ لا لا الحصص ما هو الحصص الدكتور منغوطة والسلم أصل معليش استعادات طب حضرتك عندك أبناء في سنة كام؟ أنا عندي ابن في سنة 5 يا دكتور أنا زعلان عليه خليه كلمنا كده عشان يشوف الجامع المذكر السلم عامل معي طب هو حضرتك هو في الجامع دلوقت والله يا ربنا يخلو لك يا رب ويوفاوه دايما يا رب الله بلسكت يا دكتور يا دكتور يلاتي البرنامج يستمر أكثر من ساعة إن شاء الله ونما كل ماجهة هو اليدكتور هو استعادين في المعفة استعادين في المعفة استعادين في المعفة عند حضراتكم يكونوا في التلفزيون أفضل إن في المعفة عم يستعادين كل السلمة تسمع تمام تمام حاضر والله هنا حضرتك أكيد الإدارة دلوقتي سماح حضرتك دلوقتي وإن شاء الله هنكمل بعد العيد إن شاء الله وحنشرح وإنسان أصلاً أي حد فينا عارف يقرأ لغة عربية كويس يقرأ ويكتب كويس والله أحبه كويس جداً في جميع المواد يا دكتور بعد إذن حضرتك اللغة العربية هي لغة القرآن فيه محروب كل صالم وكل أب هو لازم كل اللي يتنكر في اللغة العربية يتنكر في الجماعة المواد يدو تمام تمام والله نور عليك صح كده كل عام وأنتم خيروا شاكرين جداً على اتصالك ده يا دكتور يا دكتور بطراحة ربنا يبارك فيك ويكتب من أمثالك اللي هما يتحمل الأهل اللي لما يتصل عليهم ويأخذوهم بحلية أهم هي حليةكم منهم تمام تمام صح والله هل يجبكم بتخليكم أن الناس يحبكم الله يكرمك الله يخليك شاكرين جداً اتصالك يا جماعة يعني برضو نداء لزميلنا للمعلمين يعني خليكوا حنينين شواء على الطلبة والله فعلاً زي ما قال كنت حنين على الطالب أكيد هيحبك وأكيد هيحب المادة ولو تعلمت القراءة كده بصح ولو تمكنت في اللغة العربية زي ما قال الأستاذ علي حتتمكن في جميع المواد طيب يلا كده المثال الأخير كده يلا يا عم عزب هو هنقول يسألون يلا يا عم عزب شايفها؟ بينا عم عزب ولا لا؟ يسألون وعندك مميزين وعندك يا عم عزب يشربان وعندك هنا يا أستاذ عصفور تمام؟ وعندك هنا كلمة كمان هي هنجبها مفرد أولا مسنة أو جمع عشان برضو ما تتركزوش معانا هذه لاعبون ماشي وهنا يلعبوا ولا تزعل يلا حبيبي يسألون مميزين يلعبون يشربان عصفور لاعبون يلا يا عم عزب أو أي حد في الكنترول يقول لي عاوزين نصنف الكلمات دي المفرد والمثنة والجمع جمع وذكر سالم يسألون مميزين يلعبون يشربان عصفور لاعبون وهنك نكتب هنا هوات كمان لاعبا يا الله كده يلا عم عزب مفرد عصفور عم عزب متألق النهاردة يا عم عزب أهيه خلاص عصفور يا عم عزب تمام أيوة أخطأ خطأ فادح دلوقت يا عم عزب ماشي يؤال لي يشربان يا أستاذ أخيرها ألف ونون يبقى مثنى أقولك لا يشربان دفعل أصلا يا عم عزب دفعل شيل الألف ونون كده عم عزب يشرب تمام يا الله كده طيب يعني ما نشوف من فوق كده انت راه طيب يسألون أخيرها هوات ونونة هي ما تغشش يا زياد ما تغششوش يسألون برافو عليك يا عم عزب قال لي لا هتتحك علي المرة دي لا دا فعل شلنا البو ونون بايت يسأل فعل مضارع برافو عليك طيب مميزين مفرد ولا مثنى ولا جامل مذكر سالم الله ينور عليك مميزين أيوا كده تمام برافو عليك مميزين شلنا الياء ونون بايت مميز جامل مذكر سالم يا أستاذ يلعبون ما تغششوش يا زياد برافو عليك يا عم عزب خاطئ عم عزب قال لي جامل مذكر سالم أخيرا وونوني يا عم عزب لا تتسرع شلي وونون كده بايت يلعب بايت فعل مضارع يبا دي مش تبعنا خالص ويشربان دا فعل مضارع عم عزب أخنو ألف ونون اه بس شلي ألف ونوني يشرب طيب لاعبون يا عم عزب ايه لا اقول انا ايه اقول انت يلا ام عزب اتغششك برضو صح لا لاعبوا برافو عليك يا حبيب والديك ايوان شوف زياد قال لك ايه شلي وونون بايت لاعب بايت مفرد طيب ماشي يلا فضل كلمة الله ينور عليك بايت معروفة دلوقتي ماشي اه وزياد غششك برضو ماشي لاعبان زياد قال له غششه قال له لاعبان مثنى شلنا الالف ونون بايت لاعب بايت مفرد وهي يدل على اثنين برافو عليك يا حبيب والديك يبالله خاص كده سريعا سريعا يا سدزة المفرد 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 ما له كل اسم دل على واحد او واحدة زي ايه يا استاذ زي معلم معلمة عصفور عصفورة كتاب كراسة سبورة تمام كده طيب المثنى كل اسم دل على اكثر كل اسم دل على اثنين او اثنتين المثنى بزيادة الف ونون زي لاعبان محسنان مسلمان مؤمنان او مؤمنين مسلمين مميزين تمام كده في ايه تاني يا استاذ عزب النهاردة تكلمنا عن جمع المذكر السالم كل اسم يدل على اكثر من اثنين ذكور عاقلين اكثر من اثنين بزيادة ايه وونون او يونون على المين على المفرد بتاعه المفرد ما بتكسرش يعني ما مغارش في مفرده حاجة يعني يا استاذ يعني مؤمن انزود الوا والنون بايت مؤمنون اولياء والنون بايت مؤمنين مسلم مسلمون مسلمين محسن محسنون محسنين مشاهدين يا كرام والله كنت سعيد جدا وانا معاكم ومبسوط جدا 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 من الناس اللي كانت بتابعني في ظل الكم الهائل من العكة من المسلسلات واشكركم لحسن متابعتكم وإلى أن ألتقي بكم الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلب ظلم اقرأ بفهم واستزر كي نرتقي بين الأمم